أن يعف نفسه وأولاده وهذا فيه أجر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يضع الرجل فيه في مرأته يعني فيه فم مرأته يبتغي ذاك وجه الله فإن له صدقة كل عمل يستطيع حتى المسلم أن يقلب العادات إلى عبادات في دراستك في ذهابك في إيابك في تفريجك لأولادك أو إدخال السرع على أولادك وزوجتك في النفق العادية تنفق عليهم تشتري أغراض من السوق كل هذا أنوي ماذا أنوي قربه لله عز وجل تأخذ عليه أجر وهذا ما يسمى ماذا الاحتساب الاحتساب هو ماذا هو انتظار الأجر من الله عز وجل شف من صام رمضانا إيمانا واحتسابا من قام رمضانا إيمانا واحتسابا تحتسب يعني تنتظر الأجر تنتظر الأجر ولذلك في الصبر أصبر واحتسب الصبر أنك ما عند المصيبة أنك ما تجزع لا بجوارحك تلطم ولا نحو ذلك ولا بلسانك إذا ما جزعت لا بجوارحك ولا لسانك يوقع أنك صبرت طيب هذا الصبر والاحتساب الاحتساب هو انتظار الأجر ورجاء الأجر من الله فتجمع هنا بين ماذا وماذا بين عبادتين الصبر والاحتساب قد يصبر الإنسان لكن ما يأتي على بال أن يحتسب وقد يوفق الله من شاء من عباده فعند المصيبة ماذا يفعل يصبر ويحتسب وهكذا المباحات ممكن أن المسلم يحتسب بها في مأكله في مشربه كان الصحابة يحتسب على الله حتى نومته حتى يقوم نشيطاً على طاعة الله حتى أكلتها يأكل الأكلة يقول حتى تقوى بها على طاعة الله وهذا مشهور في دين الله كأكلة السحور والإفطار المبكر مع غروب الشمس هذه عبادات في آداب أيضاً هي من العبادات يعني كون نساني نام على الشقة الأيمن هذه شيء يقول أذكار شيثان الأذكار هذه عبادة واضحة أنه يذكر الله ويقرأ آية الكرسي قبل أن ينام لكن لو كينام على الشقة الأيمن متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا له في أجر أن يدخل بيمين أن يخرج بشمال تستطيع أنت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامون في ترجله وفي تناعله وفي طهره كله طيب من مننا كل يوم ما يلبس القميص والسراويل كل يوم تلبس وتخلع ولا لا طيب أنت إيش يمنعك أنك تدخل يمين قبل الشمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامون وكل يوم تلبس قميصك هذا يخي دخل يمين قبل الشمال لابس لابس وتذكرني أفعل يمين قبل الشمال متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم تلبس كم لك من الأجر إذا احتسبت كل ما تفقعت في دين الله وعملت وتحفوه احتسبت راح تقلب إيش كثيرا من العادات إلى عبادات لا تنسى هذا تشتري غرار بعض الناس لو أهل طلبوا مننا شي يشتري تضجر بحتونا فلستونا ما عندنا بسكم يخي اشتر واحتسب إن هذا ترى هذا الذي تشتري لأهلك أفضل من أن تضعه في مسجد أو تحفر فيه بئر أو تتصدق بفيه سبيل الله تصور من له قال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته صدق تبيع المسكين ودينار أنفقته على أهلك قال خيرها الذي أنفقت على أهلك خيرها ومن ناحية النظر أيضا يدلوا على أن ما تنفق على أهلك أفضل ما تنفق على على الفقراء والمساكين والمساجد كيف ما حكم الانفاق والصدق على المساكين والفقراء طيب وما حكم النفق على الأهل واجب والواجب أعظم وأجر من من المستحب فأنت دافع دافع هابوا من الفيل معاش رايح رايح طيب احتسب اصرف واحتسب كل واحتسب اشرب واحتسب افعل واحتسب البس واحتسب طبغ السنن فاتفاوت الناس بالأجر والثواب بسبب فقهم في الدين والعمل بما فقههم واضح طيب كم